الحالة الثانية احراز العدم ليس الشك الشك هي الحالة الثالثة الحالة الثانية اننا احرزنا ان هذا الكلام ليس منقولا باللف لسبب من الاسباب والاسباب كثيرة اعزائي الحديث بطبيعة خمس صفحات خصوصا احاديث ماذا بصلا ما معروف ذاك الانسان كان خال ورقة ورق والقلم شنو بجيبه مولانا بمجرد ان الامام يتكلم يقول اصبر سيدي اصبر خلي اكتب ما عدنا يجي حالاته خصوصا ونحن نعلم ان الظاهرة العامة هي ظاهرة الكتابة لعدم الكتابة عدم الكتابة وهذا ما صرح به الاعلام ولذا تجد هذا التركيز من ائمة اهل البيت على ماذا قيد العلم بالكتاب هذا التركيز اللي ورد من الامة سبب شنو هو سبب انه ما كان يعتنون بالكتاب واسباب كثيرا وهو ان الحالة العامة الثقافية ما كانت ان الكتابة كانت شنو ها عيب واقعا كانت نقص كانت عيب كما انه في زمن من الازمن اللي الان الحمد لله بدأنا نتجاوز الحمد لله رب العالمين شيئا فشيئا ببركة جملة من العوامل وهي انه المنبري مولانا يصعد على المنبر ويطلع ورقة ويقرأ خمسة ابيات شعر قبل عشرين سنة شي يقولون ها احصلا ما يسمع لها احد يعني شنو يقرأ او يطلع لك كتابه شنو يقرأ عشي يصير مولانا ما حاصله وما مضمونه وما كما هو بذيني ايه لا اخيري بعد اقول شلاغة الان بحمد لله تعالى هاي المعادلة تبدلت الان تجدون على الفضائيات على المنابر مباشرة من يصعد على المنبر انسان العالم الذي يحترم علمه ويحترم العلم مباشرة اذا الذي يقرأ الرواية شيئا سوي يطلع له ورقة من جيبه مولانا يقرأ نص الرواية الواردة في اصول الكافي ثم يشرحها ثم يعلق عليه ولذا الان نفتح لقوس السياسيين اللي يقفوا ارى المنصة مولانا يحكم مولانا اي اعتبار ما يعطون لكلامه الاعتبار لذلك الكلام السياسي اذا شنو قراءة قراءة مكتوب عبارة عبارة محسوبة ولهذا يحاسب انه انت بفلان مكان هي شكلتين وكاتب على الاحوال اذا الظاهر العام لو احرزنا بانه هذا الكلام غير منقول باللفظ الذي ورد به عزيزي ماذا نفعل الجواب قيمة هذا النص من خلال قيمة راو النص اصل في علم الرجال عندي في منهجي في علم الرجال قيمة النص اذا كان غير منقول باللفظ قيمة من راو فاذا كان هشام ابن سال قيمته على قدر هشام ابن سال اذا كان هشام ابن الحكام قيمته على قدر ماذا هشام اذا كان زرارة في باب الفيق قيمته على حد زرارة واذا لم يكن فقيمته على حد ومن هنا ينفتح باب كبير في معالجة الاختلاف في الروايات والتعارض فيما بينه بعد اذا وردت رواية عن هشام ابن سالم في قضية ووردت رواية اخرى في نفس القضية ولكن من انسان عادي لا اقول وتعارض لان النجاش قال ثقة وثقة نعم هذا ثقة هذا ثقة ولكن اين فهم هشام ابن سالم من فهم من من فهم زيد من الناس وهذا ما اشرنا اليه في الرواية اللي بالامس كنا نقرأها للأعزة وهي الرواية الواردة في بحار الانوار المجلد ثلاثة وعشرين صفحة يمكن تسعة الرواية نعم رواية صفحة تسعة بعد ان قرأنا يقول قال اخرج الى الباب من ترى من المتكلمين فادخله قال فخرجت التفتول جيدا وهذا شرف وهذا شرف ما بعده شرف للكلام وللمتكلم من الامام خلافا لبعض الاقوال المتخلف البائس الذي ترى ان علم الكلام وارد لا هذا الكلام الذي هو في خدمة فهم ماذا كلام اهل البيت المنهي عنه ويل لقوم تركوا قولي بالكلام مو مطلقا اما الكلام الذي في خدمة ماذا ها في خدمة اقوالهم فالشرف ما بعده شرف كما انه الان انت تقضي عمرك في علم الاصول لانه خدمة لماذا تريد ان من خلال ان تفهم قال الصادق وقال الباقر اليس كذلك عندك هم اخر بينك وبين الله وانا ما قيمت استصحاب الكل والمعنى الحرفي ومطلق مقيد الى اخر ما قيمة هذه والله لا تسوى عانا درهم لا يسوى فلس لا يسوى ولكن قيمتها ماذا اللي انت عمرك تقضيه في دراسة علم الاصول لانه يكفي من كل هذا العلم ان تفهم جملة واحدة للامام الصادق تكون كافية لك في مقامات القرب الاله الكلام الكلام في المعارف اعزائي الكلام انما هو في خدمة ماذا فهم اقوالهم قال اخرج الى الباب من ترى وانظر واخرج الى الباب من ترى ثم قال اخرج الى الباب من ترى من المتكلمين اذا المتكلم جاء على لسان المبارك لمن ها على لسان الامام الصادق سلام الله عليه واي الشرف اعظم من هذا الشرف ان الامام يذكرهم ماذا ان يذكر المتكلم ولكنه المتكلم بشرطه وشروطه فادخله قال فخرجت فوجدت حمران ابن اعين وكان يحسن الكلام ومحمد ابن النعمان الاحول صاحب الطاق فكان متكلما وهشام ابن سالم وقيس ابن الماصر وكان متكلمين الى ان تقول الرواية طويلة يقول فلما استقربنا المجلس وكنا في خيمة لابي عبدالله الصادق في طرف جبل في طريق الحرم وذلك قبل الحج بأيام اخرج ابو عبدالله الصادق رأسه من الخيمة فاذا هو ببعير يخب قاله شام ورب الكعبة بعير بعير يجي الامام سلام الله عليه قال هذا منه هشام وكنا ظننا فلان الى ان كان فلان فاذا هشام ابن الحكم تبين لعد الحج كان لغرض يرحون يطوفون حول البيت لو يسعون مناظرات علمية الامام رايح هناك لا 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 كان مصر على ان كل سنة يحضرون الموسم بل الحج بي ثواب ولكنه الحضور كان طريقي لاجل ماذا لاجل المناظرات العلمية اللي تأخذ هناك وانا اقدر اشوف هذول يقول فاذا هشام ابن الحكم قد ورد وهو اول ما اختطت لحيته يعني اش قد عمر بعد شباب تعبير وليس فينا الا من هو اكبر سنا من كلتنا مولان اكبر من قال فوسع له ابو عبد الله الصادق الله اي مقام هذا اي شرف هذا لانا شنو مفقه ترى احد يقدر يقول هشام ابن الحكم فقيه مولان هس كل اللي يقدرون مباشرة يدخلون علي يقولون بابا رواية ضعيفة مرزلة لا 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 الف شاهد وجاهد اجيب لكم من الروايات انه قيمة هشام ابن الحكم ماذا ولعل هاي قضية التجسيم وكذا من نسبة اليها هذه كانت من الاعداء التي لإسقاط ماذا ها مثل ما هالزمان مولانا اذا يردون شخص يسقطون شخص يجي وقال بوعدة الوجود افضل طريق بابا هذا يقرأ عرفان ما المحيدين وقال بوعدة الوجود وخلاص طلعوا من الميدان وهذه اساليب قديما كانت حديثا وستبقى قال فوسع له ابو عبد الله وقال له التفتوا الى العبارة وقال له ناصرنا بقلبه ويده ولسانه هنيئا هنيئا ثم قال لحمران كلم الرجل فالامام سلام الله عليه كأنه نزال ولكن نزال علمي واحد واحد قال لهم تعالوا للميدان هس تعرفون لماذا قال لهم يقول فدخل فلان وباحث ودخل وباحث ودخل وباحث المهم آخر المطاف قال الشاميص صدقت منه لهشام بن حكم اللي هو افحمه قال الشاميص صدقت فانا الساعة اشهد ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وانك وصي الانبياء قال فاقبل ابو عبد الله هس الان المناظرة العلمية انتهت الامام صار بصدد شنو ها بصدد ان يقول لهم هذول وين نقاط قوتكم وين نقاط ضعف ويا ليت انه هذا كان متعارف في حوزاتنا العلمية ان دروسنا في الخارج او غيرها تعقد جلسات لا اقل شهرية وفضلاء الدرس يحضرون وتطرح قضية وتبدأ المناقشة عند ذلك الاستاذ يستطيع ان يشخص منه ها ايش قد فاهمين المطلب منه فاهم المطلب جيدا منه عنده قدرة على المناظرة منه ما عنده قدرة على المناظرة عد بيني وبين ذلك بعد خمس سنوات اذا اراد اجازة الاجتهاد مباشرة يعرف قلابه لو ما يعرف اما الاني بقى ثلاثة وتلاثين سنة تقول له بابا اريد احضر معالم عد من احضر من طلابك يقول والله ما ادر صح لهم وصح ليش لأنه بيني وابا ما يعرفه كل اللي موجودين يجون للدرس مولانا للتبرك والتشرف يقعدون ويطلعون يقينا فيهم فضلاء بهم علماء بهم اهل قلام بهم كذا لا سؤال لا جواب لا مناظرة لا بحث لا اشكال لا ابدا اخر المطاف انتسخت عندنا قضية الاجازات في الحوزات العلمية فصار نتيجته شنو ادعاء الكل وكل يدعي وصلا بليلة كل يوم واحد طالع عنا صاير مرجع ما احدهم يقدر يقف امام ليش لانه يقول بابا هو انت انت عدك اجازة انت محاضر ثلاثين سنة عد شيخي فلان عد سيد فلان هو نجاستك يقول بابا ما منطني يقول هذول اليوم ما ينطني يقول شو يسوي اما اذا صارت سنة الاجازة والتأييد والقبول والتمييز عند ذلك هل يستطيع كل بقال يدعي انه متشهد في الحوزة بعد علي الاحوة فاقبل ابو عبدالله الصادق عليه السلام على حمران التفت جيدا انا رح اقرأ العبارات فتاوى واعبر قال يا حمران تجري الكلام على الاثر فتصيب تعرف المقدمات تنتخبها جيدا وتريد توصل الى النتيجة والحق انك بكامل القوة تصل الى شنو الى النتيجة يا حمران حمران من الاعية والتفت الى هشام ابن سالم فقال تريد الاثر ولا تعرف ما تدري منين توصل تدري بانه الحق وين بس يا مقدمات توصلك ما تدري ثم التفت الى الاحوال فقال قياس رواغ تكسر باطلا بباطل الا ان باطلك اظهر وهذا مسموح في علم ماذا في علم الجدل ثم التفت الى قيس الماصر فقال تتكلم واقرب ما تكون من الخبر عن الرسول ابعد ما تكون من عجيب تحاول ان تستدل بكلمات الرسول ولكنه تقدر توظفه كما ينبغي او لا تستطيع لا تستطيع فتكون ابعد من الخبر تجيب الخبر تريد توظفه ولكن تعرف توظفه شايف انت بعض النجاجير ملانة تسأل هذا النجار هاي شنو هاي شنو كل يقول بس قلنا استعملين يقدر استعملين لو ما يقدر ما يقدر استعمل يعني ما يقدر يوظف الالات والاليات للوصول الى نتيجة تمزج الحق قفازان حاذقان من تتورط انفذ مكان شنو تقفز قال يونس ابن يعقوب فظننت والله انه يقول لهشام قريبا مما قال لهما يعني للماصر والاحوال ما دام قيم كل هذول راح توصل نوبة منه هشام الحكم فقال يا هشام التفت الى العبارات يا هشام لا تكاد تقع يعني اشوفك بعد شوية راح شنو ها تقع واقعا تفهم وتقع في المطاب والاشكال لا تكاد تقع تلوي رجليك اذا هممت بالارض طرته لا ما شاء الله بمجرد انك احسست انه اقتربت من الوقوع شا سوي ها عندك خبرة مباشرة اخرى تطير ثم قال له مثلك فليكلم الناس انت اطلع الفضائيات ترى مو غيرك مو كل واحد عالم خلي ذهنك المدعي العلم ما عد يشور ذكار موضوعان لا حتى العالم اذا ما عندك قدرة شنو قدرة مناظرة مثلك فليكلم الناس اتق الزلة والشفاعة من ورائك عجيب هذا النص احفظوه يعني انت ادخل وناظر ودافع وحاول وحاول ان تتق الزلات واطمئن مكان الوقوع والزلة احنا شنو احنا من ورائك عنايتنا موجودة لا تصور بانه احنا تاركيك هسنقول لا 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 ابدا ابدا هاي العنايات الخاصة التي هي لبعض اوليائي ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم ان تكونوا ما لدي اقولك هشام ولكنه يقينا ممكن الانسان ان يكون ضمن هذه الدائرة اللي الامام سلام الله عليه يقول اتق الزلة والشفاعة هاي مو شفاعة يوم القيامة ها لا يروح ذهنك وان كان مو منافية ولكنه مو المراد هذيك الشفاعة يوم القيامة لا لا مراد في هاي الدنيا احنا شنو مكان اللي ترتقع شنسوي نلزم اللي نلزم اي ذك علي اي لحور اذا اعزائي شوفوا هنا انا قرأت هاي الرواية وروايات متعددة الوقت بعد لا يسع شوفوا اعزائي هذا هو اللي انا اقوله مو تروح تقول لي بانو سير اعلام النبلاء تاريخ وفاته زوجاته اربعة زوجاته انا في علم الرجال بالاضافة الى وثاقته شنو احتاج احتاج الى مستواه العلم الى قدرته الى فهمه الى تلقيه هذني علم الرجال الجديد والحديث لا بد ان يكتب على هذا الاساس عندما تأتي الى زرارة عندما تأتي الى عبد الرحمن عندما تأتي الى زكريا عندما تأتي الى اصحاب الاجماع عندما هذني كاملا الرجال واضح كما ان الكونه ثقة او غير ثقة عادل او غير عادل او ثقة اعلى عين ونحو ذلك ايضا علمه واضح عند ذلك عندما يتتعارض رواياته مع روايات الاخرين بعد القضية ماذا واضح ان الارجحية في هذا التعارض لمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة